نظم حزب مستقبل وطن مبادرة شتاء دافئ لتوزيع مسلزمات الشتاء على الأسر بعدة محافظات يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل على تخفيف أعباء الحياة عن كهل المواطنين في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل على تخفيف أعباء الحياة من على كهل المواطنين فقد نظم حزب مستقبل وطن مبادرة شتاء دافة وتوزيع مستلزمات الشتاء على الأسر بعدة محافظات ويؤكد الحزب على استمرار مبادراته المجتمعية التي تهدف إلى تبني رؤى السيد الرئيس نحو الجمهورية الجديدة ويؤكد الحزب على بلده أحنا مستفى الوطن حلمنا فقدرنا عملنا ونجحنا نبداي اتفاحنا ولسه فيك في قدامنا أحنا مستفى الوطن شكراً يا رئيس شكراً جداً للمبادرة اللي انت عملتهانا للغلابة وبيشفوك جداً 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 يا رئيس يبني يخليه ويبعد عنه الناس الوحشة والله العظيم والله العظيم أنا يحب بستيسي أوي أوي عظيم السلام اللي بيعيش لها واللي بيموت لها واللي بيتعب ويشهوهم ويستفى الوطن تحيا رئيسنا ما بيش غير قول رفع مصر تحيا مصر ألف شكراً لشد الرئيس الرئيس بتاعنا اللي انتخبناه وابونا واخونا وكل حاجة تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر شكراً يا رئيس تحيا مصر شكراً يا رئيس على كل اللي بتقدمون للناس الغلابة متشكرين جداً يا رئيس على الهدية اللي حضرتك اديتها لنا وربنا يخليك لنا والمصر اللي بيعيش لها واللي بيموت لها واللي بيتعب ويشهوهم ومستفى الوطن وعظيم السلام لمصر وقال الله أصلاً الطيب يا رئيس ويخلي ربنا يخليك لنا وتحيا مصر واللي بتعب هو طيب ويعود علىها الأيام بخير ويعملوا على من يعادي يا رب ربنا يخلي لنا رئيس تحيا مصر كل سنة انت طيب يا رئيس تحيا مصر تحيا مصر ويشهوهم ومستفى الوطن اخلصنا لازم يبقى خائف من نفاق حتى عدراتنا يبقى على شان الفاق ومصر ت حيا اخلصنا لازم يبقى خائف من نفاق حتى عدراتنا يبقى على شان الفاق ومصر تبقى بينا أعلى وتبقى عند ولادها أو لو هو ده بقى معنى الوطن والإمكان عظيم سلام لمصر وأرضها عظيم سلام من اللي بحي ربنا يبارس فيك يا ريس إن شاء الله ويجعلك سند البداولة والأهل مصر كله من شاء الله يخليك لنا يا سيس يخليك لمصر والدنيا كلها وخليك الدنيا كلها ومصر عظيم سلام عظيم سلام اشتركوا في القناة